ها 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 هاي لما اتأخرت تخيلتوا ان انا مش هعمل الحلقة دي مش كده بس انا الحقيقة ما عنديش حاجة تانية عاملها ده تقريبا نفس السبب اللي بيخليهم يعملوا اجزاء من لكازا دو بابل لغاية دلوقتي اصلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة ومنقشة جديدة من فيلم جامد والعمل اللي حنتكلم عنه النهاردة هو المجلد الاول من الجزء الخامس من مسلسل كازا دو بابل دي مش مراجعة بالطريقة المعهودة هي الخطة في الاساس كانت اني اعمل مراجعة عادية وانا كنت جهز لها من بدري جدا لان تقريبا الخمس حلقات انا شفتهم يوم ما نزلوا واول ستريم عملناه بعد ما شفت الخمس حلقات اتناقشنا في المسلسل بحرية حرق والمنقشة كانت جامدة جدا وغطت تقريبا كل حاجة عاوز اقولها فالخطة حصل لها تعديل باني كنت هعمل المراجعة وبعدين هنزل المنقشة اللي بحرية حرق اللي احنا عملناها لكن بجد الاسبوع اللي فات ده كل مقعد عشان اشتغل في المراجعة تحصل لي مصيبة مرة حاجة لمدارس الولاد مرة السباكة بتاعت البيت مرة العربية فانا الحقيقة حسيت ان المسلسل مسؤول عن اللي بيحصل لي وبما اني كده كده اتأخرت حسيت ان صعب قوي انزل حلقتين عن المسلسل وبما ان المنقشة اللي بحرية حرق زي ما قلتلكم تقريبا مغطية كل حاجة عاوز اقولها محتاج اشرح فانتوا كده فهمتوا ايه اللي حيحصل الحلقة دي هي ملخص المنقشة اللي بحرية حرق اللي عملناها عن الخمس حلقات بتوع المجلد الاول من الجزء الخامس من المسلسل على الستريم بتاعنا فمبدئيا كده تحذير بالحرق اللي ما شافش المجلد الاول من الجزء الخامس من المسلسل لكزاد دو بابال انه يقفل الحلقة دي ويبقى يرجع لها لما يشوفهم او لو كنتم يقستم من المسلسل وبطلتوا تتفرجوا عليه ما ترجعوش ولا حاجة انتم تمامي يعني مفيش مشكلة وفي نهاية الحلقة بس هيكون فيه تعقيب سريع علشان خاطر التقييم وخلاص على كده بس كده تقريبا دي كل حاجة كنت عاوز اقولها في المقدمة يلا بينا نتفرج ايه اللي حصل طول ما البوستر ده ما وجود يا جماعة حنتكلم على لكزاد دو بابال الجزء الاول من المسم الخامس بحرية حرق واحد اتنين ثلاثة جو يلعن ابو جندية الف مرة توكيو ماتت ليه عشان مش فاهم انا يعني زي ما تقول كده خدت رصاص في دراعها وبعدين خدت رصاص في رجلها وبعد كده حاولوا ان هما يسلكوها ما عارفوش فهاجموا عليها فضربوها بالنار ففجرت نفسها في مادة هو دي الاسالة انتم كافزين تسألوا عليها بجد يعني حقيقي شفت مين ولدها زي ما قلت اللي شفته حقيقي هو ان مفيش اعتراف من الكميونيتي بان انا جبت اخر الموسم ده من قبل ما يتعرض حل الست دي انها تدخل في حالة ولادة في وسط اللي هي بتعمله ده وما يبقاش قدامها غير ان البروفيسور هو اللي يولدها وبعدين يبقوا زي ما يكون ايه يعني اصحابه كده واحد بس على انستجرام اللي عمل ستوري وقالك الرجل دوت مخلص الموسم من شهر لكن فين 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 العرفان وفين التأكد والاقرار بان انا برينس من الناس فين اتأثرت لما ماتت شوية اه المشهد اتعمل حلو اوي بالحتة بتاعت ريو دخوله في الصورة بالموال بتاعت دينفر ومانيلا ده لكن جامد بصراحة مؤسر عاطفيا شغال يا مهدي ازاي توكيو ماتت وهي اللي بتشرح القص ما احنا خلصنا كده بقى هنشوف الحب اللي فاضين هيحصل فيهم ايه 100% برلين سانوال بينفولفد ان دهايست ايه اكيد طبعا انا كنت متخيل ان هو هيظهر في الجزء ده كمان مش هنستنى لديسمبر بس كونهم زقوا لديسمبر فدي حركة زكاية خلوه شكله مش فلاش باك مقحم بالكامل رغم ان هو فلاش باك مقحم بالكامل انا مش فاهم مشهد القنبولة اللي توكيو راميت عليهم من الخرم ما عيب عليك يا معلم خدت بالك عملت ضايف وبعد كده عملت ارمي اكستنشن كده حاجة في منتهى المانول نوير وبعدين راح اتمسكل بتاعهم سلكها من الخرم حاجة في منتهى احمد الاحمر وجابت جون بس الفلاش باك بقى بيض جدا الفلاش باك اللي دايقني الحوار بتاع منيلا لان ده لو رايح في حتة فأنا مش شايفها لكن غير كده كله كان كويس والهايست بتاعت بيرلين وابنه دي كانت زريفة انا ما دقتش منها خالص والتانية اللي بيجالها هلاوس عشان ارتوريته ايه المشكلة انتم معترضين على ايه بالزبط يعني معترضين على لا منطقية اللي حصل او على ضعفه دراميا او على ايه بالزبط قرار اتبنى على اساسه حاجات ايه المشكلة طب مش حسس ان تصرفات الشرطة بداية تحس انهم نعمين شوية على نفس مستوى تصرفات الشرطة من بداية المسلسل لغاية دلوقتي انا 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 اللي يفاجئني ان في حد النهاردة يعلق بشكل سلبي على نفس المشاكل اللي موجودة في المسلسل من ساعة لما ابتدت يعني انت لو مكمل لحد دلوقتي فخلاص بقى يعني عرفت العالم بتاعنا مستوى الايكيو بتاعه فين وعلى فكرة هو مش قليل قوي مستوى اتقان السرقات فين مستوى الاكشن بتاعه فين والكلام ده كله هتتكلم على الموسم ده تقول حاجة من الاتنين يا اما ضغورنا يا اما تحسننا لكن زي ما احنا دي مش حاجة تتقال بس كان اعلقتها باي حاجة موضوع سرقة برلين هنشوف لس اكيد حوار ابنه دوت هيرجع تاني زورنا في الجزء الاخير الموسم ده احسن من التلات والرابع مش عارف مش فاكرهم قوي دي من المشاكل اللي قابلتني اصلا ان انا بتفرج في البداية ما كنتش فاكر اغلب الاحداث مش عارف احنا وقفنا فين جايين منين وايه اللي كان بيحصل وفلان الفلاني ده كان مين وكان بيعمل ايه ايه اللي جابه هنا طب اشمعنا ده جوه وده برا الحاجات دي اللي اخبطتني يا عموان الحوار قلب حرب ما بقاش معركة زكاء انا معك وده اقتراح مش وحش احنا بقنا دلوقتي في لعبة وده تجديد انا شايف انه كان مطلوب عاجبك تدخل الجيش اللي هم المرتزقة دول بدل الجيش عادي اه طبعا لان تدخل الجيش نفسه يعني game over احنا عايزين نتفرج طب ايه السلبيات بحرقة اقول لك الحاجات اللي ديقتني التطويل قاوي لغاية لما تدخل الجيش الconvenience في الفلاشباكس مش وجود الفلاشباكس يعني انت دلوقتي بقت مشكلتك ان انت كل ما تلاقي ازمة مش عارف تلاقي لها حل تروح نائل على الفلاشباك مقدم شخصية مقدم لها سياق مقدم لها حدوتة وبعدين ترجع تستخدمه دلوقتي حالا دي فيها حتة تحايل وفيها حتة retroactive continuity مش اعظم حاجة بالنسبالي ايه تاني ايه تاني ممكن يكون دقيقني honestly يمكن بس على مستوى الاحداث يعني حوار الاليثيا سوبرغومن حامل دي طبعية دي مش مفاجأة احنا عارفين من ساعة ما ظهرت انها حامل اه طبعا يا بودي يعني هي نوت على الغدر تاني هي لما جدت لما خل صدقة من ما قال انها لسه والدة والكلام ده ومسكت البيبي وسمتها وبتاعها افتكرت هيامين وده ودي اللقطة الحلوة في موضوع اللعبة بتاعت التسمية ان هي افتكرت هيامين وهي هنا بتعمل ايه فاعتقد انها نوية على حاجة حتجو ان وذت ولا لا امعرفش لانها لما خرجت بعد كده وحصل الموضوع بتاع توكيو ما كانتش نفس الست اللي دخلت الحمام وخرجت منه كانت مختلفة شوية فيمكن يكونوا بيلعبوا لعبة طويلة عريضة عشان يقولك انها عاطفيا حتتأثر بشكل او باخر وموقفها حينقلب جايز وجايز تستمر على الغدر لغاية اخر لحظة معرفش بس حتة زكاية كويس الموسم ده الميزة اللي فيه انك كل شوية بتلاقي نفسك في مأزق فقور ديل ابن لازينة ما انتش عارف حيطلعوا منه ازاي ومع كل تصرف بيحصل علشان نطلع منه بينضفق عنه تلات اربع مشاكل تانيين والمسلسل قادر يكيب تراك عليهم كويس ما بيهربوش منه وبيرجع يحلق عليهم وبعد كده يفسد فجوة تانية التالتة وهي بتتسد تفقس تلات اربع فجوات تانيين فالموقف متفجر وعشوائي وده عجبني والموسم ده مصعب التحدي على نفسه يعني انت لو كنت عملت اللعبة الطويلة بتاعت المشهد الاخير دوت وشلت القناسة من المعادلة انت كمشاهد كنت هتحس ان في حاجة نقصة هون بيسهلش على نفسه موضوع التفجير بتاع الروف وفكرة ان لو في حد قرب من الفجوة يبقى غالبا من العصابة وعشان كده عملوا لعاملة بتاعت الناس اللي طلعت على الروف بالشنطة المربوطة بالكلام ده كله دي حاجة لو هم مكنوش عملوا انت كنتش تاخد دا لك منها مكنتش حتعمل عليها تساؤل اه طلعوا على الروف وراحوا نطم البتاع وخلصنا يعني فالجزء ده بالتحديد فيه تصعيب يمكن اكتر شوية من اللي فات كمان هل ارتورو احسن خدرة تمثيلية في المسلسل ماش عارف نط نسيسر اللي لأ يعني مش وحش سانا زهقت منه بصرا يعني حسس ان هو الشخصية التكميلية فضلت معنا اطول من اللازم من احد الشخصيات المقحمة حتى الان ميسي وكريستيانو كانت جاندة فيها شخص الاكشن احسن ولد الاكشن مختلف الاكشن مرادي ملتاري اللي هو الغشم فيه مرتفع قوي وده عجبني برده ايه اللي عجبك قوي في الموسم قوي عجبني الحوار انا حاس ان الحوار تطور كتير بيجري بينا جريات جاندة وبيحسم مواقف يمكن من غير الجمل الحوارية اللي تم استخدامها بالتحديد ما نفهمش قوي او تدخلق تحولات ما تتخشش دماغنا ما فيش ولا اداء تمثيلي بارز الموسم ده فيش اداء تمثيلي سيء الموسم ده كلهم كويسين زعلت على موت توكيو زينا اه يا ريس عشرة برض موت توكيو رح يؤثر على المسلسل احنا بنقفل ورقنا غياب اي شخصية محورية دلوقتي مش مشكلة كبيرة كل اللي فضلنا خمس حلقات فلاشباك توكيو حبيبها اللي جيه فجأة وحش لا مش وحش بيدعم النظرية اللي الحلقة الاخيرة كلها كانت بتدور عليها وهي ان البنيئة ده ما بيعيش حياة واحدة طب انت شايف حيخلص على ايه بالنسبة للعصابة خسائر كتيرة بس هيبقى فيه ناس ناجية ويعني حتبقى بالانس ما بين الفقر والسعادة مش هتبقى حزينة قوي اعطى سادر مش انجري كمان بس مش انجري قرار نيروبي بكل التسلسلات اللي حصلت معها ممكن تكون كت افضل حاجة في الجزء اللي فات اصلا اذا ما انت شايف من الفلاشباك ممكن يمعد لاجزاء اخرى بطالها ابن برلين ممكن ولو عاوزين يعملوا ده ارحم بكتير من احنا نقعد نحلب في نفس القصة انا ما عارفش الولد الممثل دوت امتو ايه في الدراما الاسبانية ممكن يكون حاجة تقيلة واحنا ما نعرفش طب توكيو ماتت مين اللي بيحكي توكيو كانت بتحكي مش ازئن قعدة في حتة وبتحكي اللي بيحصل الموضوع كان زي ما يكون الحدوطة اللي في دماغها هي النريتر بتاعنا ويا ما شفنا النريترز بيموتوا مش قضية يعني امريكا بيوتي النريتر بتاعنا مات شايف هشيء سلبي ام ايجابي عدم ظهور نيروبي غير مشهد واحد ايجابي كل ما يجيبوا بتاع واحد كتير معناها حيموت لأ معناها حيحصل معا حاجة مهمة مش شرط يموت شايف ان هم بيقحموا برلين بشكل مبالغ فيه اه لا مش بشكل مبالغ فيه بشكل مطلوب جماهريا الناس بتحب شخصية برلين وعايز بتشوفه كتير من الاخر احسن حاجة حصل تموت جندية انا مش عارف بقى هو لسه فاضل مين من التقم بتاع الجيش ده هل لسه فاضل حده ولا كله روح جندية راجع تاني بعد ما كان الحلقة اي حركة حيتشل قبلها بتقول عندك حقف دي دي فيها فجوة منطقة المسلسل صار سياسي تتفق هو من البداية وهو سياسي ان احنا نفضل حلقة ونص عارفين ان توكيو هتموت عادي عادي فاشخ كمان ايه اللي مش عادي فيه انه ما فجأكش ما صدمكش ما صدمك في نايروبي المراد يعاوز يحزنك ما يصدمكش ده قرار درامي وش حاجة يعني كون ان الناس متضايقة من الموسم دوت عشان موت توكيو على فكرة ده لو يعني شيء يعني ان الموسم نجح ويعني انا حسس من نقاشاتكم ان فيه ناس كتير مش عاجبها الموسم والسبب الرئيسي انه هو موت شخصية رئيسية برافو شطور هو كان قصي تزدعلكم ده نجاح كبير على فكرة معنى كده يا ما هادي كان اخرهم الجزء التاني وخلاص معنى اللي شايف ان المسلسل خلص خلاص وزهق منه خلاص وطهق منه خلاص يبطى المشاهدة كونك لسه بتتفرج وبتعيب على نفس العيوب اللي تكلمنا عليها من اول موسم فده شيء عجيب يعني ارحم نفسك خلاص لو انت مش طيق المسلسل وشايف انه كان المفروض يخلص من الموسم التاني كملت فرجة ليه لأ تقييمي من عشرة دايت لما حط العناصر كلها قدامي بس يعني هتفاجئ لو نزل عن سبعة فبالنسبة للتقييم انا تقييمي للمجلد الاول من الجزء الخامس من مسلسل اكازد بابيل هو سبعة من عشرة مسلسلنا بكل تأكيد طول وبوخ ولكن مش عشان خاطر المجلد الاول ولا المجلد التاني ولا الجزء الخامس هو طول وبوخ من ساعة لما السرقة الاولى انتهت وابتدنا نخترع عملية جديدة وانا مش هقعد احسبه على الغلطة دي طول عمري لو انا شايف انها غلطة لا تغطفر فانا مش مفروض اكمل المجاهدة بس انا كملت وتفرقت ولازم اعترف ان انا حاسس ان المسلسل بيحاول ينهي بشكل كويس المجلد اللي فات ده بكل تأكيد افضل من الجزء اللي قبله فيه تجديد فيه ما يمكن التجديد فيه في شكل الصراع في موازين القوة في شكل الاكشن في التضحيات وبرضو فيه تمسك ببعض العيوب زي الاستخدام الملائم اكتر من اللازم للفلاشباكس زي غياب المنطقية في بعض القرارات وبعض التصرفات بس للامانة دي مش مشكلة الاجزاء الاخيرة فقط دي المشكلة من البداية قوي واللي حطت المسلسل عندنا في الصندوق اللي هو موجود جواه واللي على ما يبدو يا رب يا رب في ديسمبر حنقفلوا للأبد يهمني جدا اعرف تقيمكم وانطبعاتكم عن المجلد الاول من الجزء الخامس من مسلسل لكازر دو بابل ومقارنته بالجزء اللي قبله وعملة معاكم ايه ياريت تساهموا بكل ده في الكومنتز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا وشاروا ولايك للحلقة لو وعجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرسة الانبهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستغرام وباي باي